رفع سمو الشيخارد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أسماءات التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وذلك بمناسبة الإنجاز التاريخي العالمي الأول من نوعه لمنتخب الشباب والشابات بإحراز أربع ميداليات ملونة ذهبية وفضيتين وبرونزية في بطولة العالم للشباب والشابات ببولندا وقد أكد سموه أن تحقيق البحرين لهذه النتيجة المشرفة جاء بفضل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الشباب والرياضة من لدن جلالته مما انعكس بالإجاب على تطور وازدهار هذا القطاع الحيوي من خلال الحضور القوي لمملكة البحرين في مختلف المحافل والمشاركات الرياضية كما هنأ سموه الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء بهذا الإنجاز والذي يدل على الجهود التي تبدلها الحكومة الرشيدة من خلال تنفيذ المشاريع ووضع الخطط والبرامج التي تسعى للنهوض بالحركة الشبابية والرياضية بالمملكة والمنفذة من قبل اللجنة الأولمبية البحرينية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس لعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وذلك لحرص سموه على دعم كافة المنتخبات الوطنية تحديدا منتخبات ألعاب القوى للظهور المشرف للبحرين في مختلف المشاركات الخارجية وأوضح سموه أن الإنجاز العالمي الجديد يعكس التطور المستمر للاعبي ولاعبات ألعاب القوى وسلامة الخطط والبرامج التي ينفذها الاتحاد البحريني لألعاب القوى في سبيل تكوين قاعدة متينة من العدائين والعداءات للمنافسة بقوة في كافة المحافل الخارجية وتحديدا بطولة العالم 2017 والمبياد توكيو 2020 مشيرا إلى أن الاتحاد يتبع استراتيجية محددة من شأنها أن تضاعف من مسيرة الإنجازات لرياضة أم الألعاب في مختلف الاستحقاقات الخارجية وأن منتخب الشباب والشبات سيحظى بالمزيد من الدعم والرعاية لإعداده بقوة لمختلف الاستحقاقات القادمة